أعتقد بعض الناس بأن شهر رمضان شهر للنوم وشهر للكسل وهذا غير صحيح شهر رمضان شهر العمل شهر الجد شهر السهر شهر إضناء البدن شهر التقليل من النوم لأن هذا موسم سيذهب أياماً معدودات أيام معدودات ستذهب وسريعة جداً سبحان الله العظيم تشوفوا الناس في رمضان دائماً لما يمر الأسبوع الأول قالوا ها راح الأسبوع الأول تفاجأنا يتحدثون دائماً سبحان الله الشهر سريع نعم سريع الأيام كلها سريعة ولذلك من الفهم المغلوط أنه والله الصيام شهر رمضان شهر للنوم والكسل والدعاء وهذا غير صحيح كان بعض السلف يختم كل يوم في رمضان يختم كل يوم في رمضان كان بعض السلف يقوم قيام عجيب كان بعض السلف يعني يعتزل يقول هذا شهر الصيم حتى العلماء سوفيان الثوري والإمام مالك كانوا يتركون الدروس التدريس تدريس العلم يتركون يوجلون ذلك يقول هذا شهر القرآن تفضعون فيه للقرآن يتفضعون فيه للقيام في الليل يتفضعون فيه لكثرة ذكر الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وقال له قل آمين 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 لما صعد المنبر الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله تقول آمين آمين قال أتاني جبريل فقال يا محمد من جملة ما قال والشاهد هنا قال يا محمد رغم أنف مرئن أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين رغم أنف مرئن أدرك رمضان أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين ولذلك يا أخواني شهر رمضان شهر الجد شهر العمل شهر العبادة شهر القيام شهر الصيام شهر الذكر قراءة القرآن فلابد أن نكنس هذه المفاهيم المغلوطة عن عقولنا ونفوسنا وأن نفهم معنى الصيام ولذلك لو أن كل أسرة فعلاً اهتمت بهذا الأمر وصححت مثل هذه المفاهيم أعتقد بأن الجيل القادم سيفهم معنى الصيام وسيستثمر شهر رمضان استثمار جيد